انت ازاي شايف المباراة في حاجات احنا عارفين انها هتبقى فرقة معنا خلينا نبتدي كده من الاول الجو حيبقى مختلف وارضية الملعب بتبقى مختلفة دي حاجات اكيد جمازة عارفها واكيد بتوع اكيد دريمز يعني حيبقوا بيلعبوا على برضو النقطة دي اكيد مية في المية مصدر قوتهم ان هما يربكوا حسابات نادي الزمالك زي ما عملوها في الصدقهيرة بالمناسبة في اجواء مناسبة في استاد في اكتر من خمسين الف متفرج من حضور جماهير نادي الزمالك ارضية مناسبة زي ما قلنا اجواء كلها كانت مناسبة ان الزمالك يتفوق ما تفوقش بسبب اللي نقدر نقول عليها العشوائية البنقة بالنسبة لفريق دريمز انه انا بلعب مليش ملكة على ارض الملعب انا مليش سيستم فالزمالك بيحب يلعب مع فريق بيلعب كورة عنده سيستم على ارض الملعب ده اللي ما حصلش في استاد القاهرة ولذلك الزمالك تعثر في انه حق النتيجة اجابية اليوم الزمالك عليها عب مختلف اجواء جماهير ارضية ملعب كل شيء مش هيبقى مناسب كمان جوزي جمالك اصلا معدوش خبرات في اعماق القارة الافريقية بالشكل المطلوب المرغوب فيه اللي هو اعرف اتعامل مع مثل هذه المواقف هيعتمد على خبرات اللاعبين اللي موجودين وعبدالواحد السيد مع احمد مجدي مع الناس اللي موجودة في الجهاز الفني اللي يقدروا ان هم مع الشكبالة اللي هيغيب بالمناسبة عن هذه المباراة ومعتقدش انه هيأثر بالسلبة على الاداء الفني يعني بشكلها او باخر وجوده مهم كعمل سيكولوجي بالنسبة للعاملين اكتر لكن في العموم هو عاد الينا من جديد زيزو افضل العب في مصر مؤثر مهم ويكون عامل مؤثر بالاجابة الحركية الهجومية النهاردة لانها دي زمالك لانها على الفرصة مباراة صعبة اجواء صعبة تيك تيك غير منتهج بالمرة من فريق دريمز ممكن يربك لك حساباتك في لحظة بلغة الكرة يكلفتك خلاص يدخل فيك جلوة تاني انت مبتعرفش تامل اي حاجة علشان تتعامل لازم تقفل صح تتعامل بدنية بشكل كبير مع توزيع المجهود لان المباراة دي بقى فيها جاري وفر وكل اللعب نازم يكون فريح وحيبقى فيه رتوبة وحيبقى فيه حر وحيبقى فيه حاجات اجواء مش متلع متعود عليها لعيبة الزمالك بالذات الرطوبة العالي بالتأكيد بما فيها لعيبة الكرة اللي ما عندهمش سيستم كرة من فريق دريمز ومن ثم ده هيبقى ضغط مش هكتبه باخرى لعب نازمالك خبرات لعب نازمالك اللي هتفرق في مثل هذه المواقف مع زي ما قلت عودة احمد سايزيزو هيكون مؤثر جدا في الحركات الهجومية طيب هل انت شايف حسب كلامك كده انو نازم الزمالك ضيع الفوز في مباراة الزهاب اللي كان هيساعده في المباراة اللي جاية مية في المية كان فرق زي دي طبعا وكان لازم يفوز بعدد وفير من الهدف يعني ثلاثة فيما فوق كمان لانه فريق دريمز ما عندوش اي اغوى احرج فرق كتير مما فيها فرق شمال افراقيا في مشوار فريق دريمز نحو الوصول للسامي فاينال لكن برضو كان بيلعب بطريقة انا ما عنديش سيستم انا هفجأك عندو لعب خبرة زي لعب لعب الإسماعيلي والمقاصة والأهلي وبرامنز حتى لو جون أنطوي واللي مش في حالته زي ما قال مداربو عبد الكريم زيته وهذا المحلي الغاني هناك المدير الفاني الفريق دريمز قال لك الرجل مصاب وعنده رجلي وغرمى وحاجات كده كتير قوي لكن مؤثر لعب بيعرف عقلية اللعب المصر لانه اكتر محترف في مصر سجل اهداف بالمناسبة فذكي فانه يوصل لهم أنه لما تربكوهم هيفكوهم وده اللي حصل مع نادي زمالك بصدقاءرة وده اللي ممكن يحصل النهاردة لو ما كانش فيه ثبات في الأداء الفني بدون هرجلة بس تتكلم عن عقلية اللعب المصري بشكل عام مش لعب نادي زمالك والله ده اللي حصل في العاب نادي زمالك لعب أكتر من نادي ففاهم عقلية اللعب المصري بالزبط كده إنه لعابة نادي زمالك هي القماشة الرسمية أو من القماشات الرسمية زي الأهلي زي الزمالك الفرق اللي هي بتشارك في المباراة البطولات للأنداء الإفريقية فهو عارف كواس قوي لعبت الزمالك بتفكر إزاي فإحنا نربكهم إزاي وده اللي حصل في الصدقاءرة على فكرة كلام ممكن يكون نربكهم إيه هم عملوا كده هو لعب بطريقة أنا مليش ملكة أنا مش هلعب بسيستم معين أنا مليش طريق لعب مين النجمة عندي مفيش خطفة من هنا شوطة من هنا إلعب بدفاع مأفل يزهقك على أرض الملعب وبعدين يختفق الظروف هناك صعبة لكن لعبت الزمالك خبرة الزمالك يقدر قميص الزمالك المهيب بخبراته في البطلات الأفريقية يقدر أن هو يصل المباراة نهائية يختف الفوز من هناك وإحنا عارفين أننا أفريقيا ما بقيتش زي أوروبا فلسه قعدت الهدف بدافين إحنا بس عندنا أوبشنز كتير قوي أنه التعادل السلبي وصلنا للرقلات الترجيح أو التعادل الإيجابي أو الفوز التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز يأهلنا ليه التأهل المباشر ليه المباراة النهائية بإطلاق نازل مالك يقدر وعنده سيستم وجوزي جومز محتاج ده لأن جوزي جومز فيه على بسة فهم كتير قوي فنية عليه لكن فوزه على النادي الأهلي غطى على حاجات كتير قوي فنية كتير قوي أخطأ سزجة في التغييرات وفي الخيارات وإنه يجيب واحد ما يطلعه بره القيمة ينزله فجأة في مباراة قمة مثلا أو يسحب لعيبة عناصر مهمة في نص الملعب يربط لك الحسابات ودولة رامي التمس ممكن بخطفة مع معفرة بثقة من مثلا الجزيري على سبيل المثال وتقلقه في يومه في هذه المباراة غطى على حاجات كتير مشكلة الأهلي والزمالك في مصر أنه انتصاراتهم بتغطي على سلبيتهم هي تمشي كده بالسجعة سراتهم بتغطي على سلباتهم بشكل كتير قوي لكن في المباراة الكبيرة الأهلي يعرف يفرق زي أمام زين بلكونغول عارف يفرق بالخبرات وحظ أو بار أو حاجات كتير قوي فرقة في قلب المباراة هو استغل هو داس دي سامة الفرقة الكبيرة لكن في مشوار الدولي ممكن يعاني لأن مؤجلات صداع مثلا للأهلي والزمالك برامزي بيسحب بهدوء ففيه تفاصيل لكن فيه نتائج بتغطي على سلبيات بالجملة